أكد الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع قطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهما يسهم بدوره في توازن الأسعار وقال ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع لفتا إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم